يعطيكم العافية جميعاً معكم الدكتورة غادة من مجموعة الواتن الدولية في دبلوم تغذية مادتنا مادة أساسيات التغذية محاضرة اليوم بالأساسي محاضر الرقم 4 رح نحكي فيها عن الليبد لكن قبل ما نبلش في محاضرة الليبد نعيد آخر بارت حكينا بشكل سريع في المحاضرة السابقة عن الكاربوهايدرات في السلايد كنمبر ثري كنم نحكي عن الكاربوهايدرات الكاربوهايدرات عندي ذكرنا فوائدها أنواعها سمبل كومبليكس منوسكرايد اش يعني بطريقة التسمية داي سكرايد عندي وحكينا الأمثلة وكل واحدة فيهم من ايش تتكون بولي سكرايد أنواعها وطريقة تصنيفة هل أنا عندي هومة أو هتير بولي سكرايد هل عندي لينير ور برانش وذكرنا فوائدها وفنكشن يعني تبعتها ووظائفها وكل واحدة منهم وأهم واحد كانت عندي للسورج وحكينا أمثلة عليها الليجلاكوجين والستارج بعدين في أزا بارتو حكينا عن الدياتري فايبر علاقة الليجلوكوز والليجلاكوجين شو همه كيف بيكون عندي عملية الليجلوكوز هوميستيس بتصير شو يعني انسولين شو يعني جلوكاجون بتعمل على تعديل نسبة السكر في الدم وبعدين ذكرنا بشكل سريع الحالة المرضية دايابيتس مليتس بأنواعها تايب 1 و تايب 2 وعرفنا الصرقات بينهم نمشينا على الفاليوز اللي بتحدد لي هل هذا المريض حسب لما أعمل نسبة تحليل الدم اللي هو حسب القيمة اللي بتطلع عندي من تحليل الدم هل هذا المريض عندي مريض سكري او هاد الشخص اللي نسمي مريض السكري ولا طبيعي ولا هو في حالة مسميها الريديابيتس طيب نعيده مع المرة الثانية مع بعض عندي اللي هو تس اللي gerçekten سميه الـ HbA1c اللي هو السكر التراكمي. شو يعني السكر التراكمي بالاول؟ عبارة عن لما اعمل تحليل دم فرضا انا اليوم عملت تحليل دم لشخص A. ايجاني شخص A وعملت له تحليل دم وبدي احسب له قيم الـ HbA1c. قيمة HbA1c بتعطيني قراءة اخر تلت شهور عند هذا الشخص هل كانت نسبة السكر في دمه عالية ولا مناسبة ولا منخفضة مثلا. الفكرة انه الـ HbA1c ليه بسموه تراكمي لانه بيعطيني قيمة اخر تلت اشهر من حياة الشخص هاد. يعني ما بيعطيني خلال اليوم قديش السكر عنده كان. لا. بيعطيني اخر تلت اشهر فهذا بيعني انه هذا التست بيكون عندي قراءة دقيقة. عشان هيك الاطباء بيعتمدوا على الـ HbA1c في تحديد وتشخيص هل هذا الشخص عنده سكر ولا لا. فالفكرة كانت الـ HbA1c عن بقصي اخر تلت شهور. يعني شو نظامك اخر تلت شهور هو اللي بيحدد لك اذا هذا الشخص عنده سكري ولا لا. حسب اللي هو نسبة سكر في دم الشخص هاد. طب. القراءات اللي بيعوني تعرفوا لي اياها. بيحكيلي. for people without diabetes يعني the normal range of هوموغلوبين آن سي Hb جهة من كلمة هوموغلوبين لما تكون قراءات الهموغلوبين أو HbA1c أو ما نسميهه مقتصراً. بين 4% لـ 5.6% يعني على المخطط زي ما بحكي كأنها بحكي اقل من 5.7% هاد بيكون عندي normal normal يعني الشخص انا عندي without diabetes الشخص سليم ما عنده مرض سكري لكن اذا اجتني قراءة ال HPA1C بين 5.7 و 6.4 هذا الشخص بيكون في حالة هي ليست حالة مرضية يعني انا ما بقدر اسمينه مريض سكري لكن هي الحالة ما قبل مرض السكري بمعنى انا في هاي المرحلة مرحلة انتقالية يا اما بعدل ال diet عند هذا الشخص بعدل نظامه الغذائي والعادات lifestyle تابعه يعني نظام غذائي وعاداته اللي هي رياضة الصحية كلياتها فاذا عدلتها بلحق المريض وبخليه يرجع لحالة normal لكن اذا انا استمرت على نظام الغذائي السيء اللي خلاني اوصل لمرحلة ال pre-diabetes اذا استمرت عليه ما في رياضة نظامي كلياته عبارة عن carbohydrates بشكل كتير كبير فبنسبة البروتين عليلة الفايبر اللي اللي عم بركز على الكالوريز المسميها الفارغة كلياتها هاي اذا ضلت استمرت عليها ممكن تنتقل عندي الحالة لالحالة المرضية الاسوأ وادخل في مرحلة ال diabetes طيب شو الفكرة دخلت في مرحلة ال diabetes من هاي المرحلة خلاص تم تشخيص المريض مريض سكري بيكون ما في رجوع عادة هو مرض مزمن بيعتبره مرض مزمن بيتم اعطاء ادوية بيضل يستخدم الشخص هذا الادوية لاخر يوم في حياته الا اذا عدل نظام الغذائي ومع ذلك حتى لو عدل نظام الغذائي وعمل الرياضة ما بيقطع دوية السكري عنه فالفكرة كانت معناته شو الفكرة من كل هذا الكلام لما اكون او يجيني مريضه في مرحلة ال pre-diabetes مباشرة لازم اعمل اني الحق المريض في هاي الحالة وارجع لحالة النورمال قبل ما تتفاقم الحالة اذا اتفاقمت الحالة المريض صار عندي مصاب بمرض مزمن فما في منها الرجوع طيب به مني تعرفوا لان ال pre-diabetes زي ما حكينا من 5.7 ل 6.4 بالمية قراءتها يعني ايجاك تحليل دم HPA1C فرضا ايجاك 6.2 هذا المريض في مرحلة ال pre-diabetes صرتوا عارفين شو تعملوا معه بهاي الحالة نظام غذائي بلس exercise رقم 3 ايجتنا القراءة 6.5 بالمية واعلى يعني 6.5 أو 6.6 أو 7 هذا المريض يكون مريض سكري سو القراءات عندي HPA1C مهم تكونوا عارفين القراءات وشرحنا فكرة تكون واحدة فيهم شو يعني diabetes شو يعني pre-diabetes وشو يعني normal تست تاني عم بعملوك وانو بستخدموه اللي هو F-P-G تست شو يعني fasting plasma glucoz يعني بقيس نسبة السكر في الدم بعد أو في اثناء فترة الصيام يعني بخلي المريض عندي يصوم على الاقل 8 ساعات فيه اطباء طبعا انا ما بحدد اللي هو الساعات من واحد اللي هو عزارين ينجو محددين وثمانية فيه اطباء بحكي لك سوم 11 أو 10 ساعات وفيه اطباء بحكي لك 12 ساعة عشان يضمن يعني لكن بالواقع 8 ساعات كافية خلال فترة الصيام ما بياكل اي شيء ما بيشرب عدل ماء يعني بشرب عصير ردي العصير فيها تنسبة السكر عشان تكون قيمة أو قرأة التست عندي صحيحة قدر المستطاع طب هذا التست بقيس لنسبة السكر في الدم بعد فترة الصيام الشخص هذا صايم تمام فاست يعني قبل الفاحص الصيام بمعنى ما بتاخد اي وجبة اكل او اي شيء تشربه مع عدل ماء بامكانك تشرب الماء على الاقل ل 8 ساعات قبل ما تعمل التست يعني بصوم الشخص 8 ساعات بشرب بامكان يشرب ماء ما في مشكلة بيجي بعطيني اللي هي عينة الدم ومنعمله التست صايم هذا الاشي بديهي انه عادة منخلي الشخص اللي هو يصوم عادي خلال فترة نومه بيجي الصبح يعطيني عينة الدم في مشكلة او بنسحب عين الدم من صباح قبل الفطار صباح دم يعني يعني لما تتيجيني القراءة أنا عملت الفحص الفحص بلازما جلوكوز طبعا كل واحد يلو تقنية في الفحص تباهم لكن قراءتي على التست أنا على ورأة التست جتني الفاشت بلازما جلوكوز القيمة والقراءة 126 ميلي جرام 126 وطالع مباشرة بعتبر هذا المريض مريض سكري لأنه بعد الصيام 126 ميلي جرام تعتبر عالية تمام في الجدول هات بحكي للقيام اللي بعتبرها نورمل بحكي لي إذا إجتني قراءة الفاسينج بازما جلوكوز تست أقل من 100 هذا الشخص طبيعي من 100 ل 125 هذا مرحلة بري ديابيتس أكتر من 126 هذا المريض مريض سكري فالقيام يا جمع لازم تحفظوها وتكونوا عارفينها لو الدم رح يتفيدكم أريد أحيب مهمة في مادتنا ورح يتفيدكم في مواد أخرى كمان في حياتكم طبعا طب بري ديابيتس شو يعني وصفناها وشرحناها بالعربي اللي مش عليها بالإنجليش عم بتحكي لي بري ديابيتس يعني البلد شوكر ليفل ذات آر هايير ذا نورمل يعني نسبة السكر في الدم أو مستوى السكر في الدم عندي أعلى من الطبيعي لكنه غير عالي بما فيه الكفاية عشان أسميه مريض سكري يعني يعني نسبة السكر في الدم عالية لكنها لسه ما وصلت للحد المطلوب عشان أسميه هو مريض سكري فهي المرحلة اللي منسميها المرحلة الانتقالية مرحلة تعتبر خطيرة نسبيا لأنها هي المرحلة الحاسمة اللي أنا يا بنقل المريض لمرحلة أفضل للمرحلة الأدنى وقل نسبة السكر في الدم وأخليه طبيعي أرجعه للنورمل بإني بعدل الدايت بضيف اكسرشايز إلى آخره أو الشخص استمر على نظام الغذاء السيء تبعه وانتقل لمرحلة أخرى عشان يكسامه مرحلة امتقالية يا بنتقل لمرحلة أسوأ ويصاب المريض السكري المزمن أو بنقل المرحلة الأدنى اللي هي مرحلة النورمل عندي وبحافظ على صحة المريض سوها هي فكرة ال-pre-diabetes هاد الصورة بس عم بعمل لي الآن اللي هو كابوخطط يعني المقارنة بين اللي هي القراءات يعني ال-HBA1C نورمل متى لما يكون أقل من 5.7 ال-Fastin-Prasma-Glucosmata لما يكون أقل من 100 أكبر من 100 أو بساوي 100 ال-pre-diabetes لحد كم؟ لحد كام 125 فهون كيف كاتب ليها؟ لحد 125 فكاتب ليها هون أقل من 126 طيب أكتر من 126 أو تساوي 126 معنات وصار مريض سكري HBA1C كانت ال-pre-diabetes من مرحلة أكبر من أو بتساوي 5.7 إلى 6.5 أقل إلى 6.5 يعني لحد 6.4 اللي موجود في المقاطة السابق أكبر أو يساوي 6.5 هو ديابيتس فإذا هذا المقاطة رح يغلبكم أو يتعبكم في طريقة اللي هو الفهم متى يساوي متى بتقل إلى آخره هذا المقاطة ثابت وأريد القراءات المكتوب عندكم هون متى هو بيكون normal طالما هو أقل من 5.6 pardon 5.7 بمعنى بين الأربع وال-5.6 متى عليها على السريع عشان وضح الأفكار هي كيف بنعمل تست على نسبة السكر عندي في الدم ونحدد هل هو المريض هذا المريض السكري حالي normal أو pre-diabetes حدا عنده سؤال يجمع على هذا الـ دكتورة أنا عندي سؤال فضلت بالتحاليل رح يكتولنا بنسبة المقاوية ولا بنسبة الثانية الفاسينج ولا الـ H-B-A-1-C لما تعمل التست للبلد أساسا تحليل الدم بيكون كعتب لك H-B-A-1-C إنو هذا تحليل تحليل السكر التراكم بيكون إسا مكتوب وحدته بالمية لما يكون الوحدة عندي ميلي جرام بردستليتر أنت ما رح تشوفي أرقام بالوحد وأنتي تعرف هذا أي تست وريدي بيكون مكتوب اسم التست عليه ما بيعملوا هذا الشيء بشكل عشوائي لكن إذا على فرض يعني ما بعرف شو ظروف اللي ممكن تخلي مختبر يعمل بهذا الشيء لكن وحدة الفاستين بردستليتر دائما ميلي جرام بردستليتر ووحدة التراكم دائما بالمية يعني ما هي بتاخد وحدتها أو العكس دائما الوحدة تعبت سوى الميلي جرام بردستليتر للفاستين بردستليتر وبنسبة المئوية اللي هي يعني برسنت هي ل H-B-A-1-C لماذا يكتبون المئوية إذا كتبونا هي شقد معنا مثلا سكر يعني مية واربا وعشرين أو هيك لش اللي حطوها اتنينة مع بعض يعني شو نستفد حكيت لك في اللي هو بيقرروا أنه H-B-A-1-C كأطباء مثلا في التحليل اكتب لي مثلا أنا بدي أشوف هذا المريض مريض سكري أو لا بعمله كطبيب مثلا بحكي له H-B-A-1-C ليش ممكن أصدق إذا فهمت عليك اسوالك ليش ممكن طيب يطلب التحليلين بحيث أنه يقارن H-B-A-1-C عطتني آخر ثلثة الشهور فأنا بشوف حسب نظام غذائي لهذا الشخص بيتبعه بشوف القيم الصح وبشخصه هل هو مريض سكري ولا لا الفاستينج بساعدني أكتر أني أنا أعرف آخر فترة يعني خلال مثلا يومين آخر يومين أديش هو ذات في نسبة السكري اللي بيستخدمها فممكن بهذا الشغل تحدد لكن مين الأساس بيحدد لهذا هو مريض سكري ولا لا هو H-B-A-1-C يعني ما بيستخدموا لي الفاستينج بلازما جلوكوز عشان يحددوا له هل هو سكري ولا لا لكن بتدعم فاهمه يعني عشان يكتبوا لي عشان بحياته ما حدا حكى لو أنك أنت مريض سكري تمام عملت له بدي أشوف هل هو مريض سكري ولا لا بشخصه حسب الأعراض شكله عنده سكري بشخصه بعطي H-B-A-1-C والفاستين تازما جلوكوز فرضا أنا في القراءة عندي قراءتي في التست أنا كطبيب يجتني القراءة تشوف H-B-A-1-C مثلا طلع عندي خمسة خلي نحكي خمسة تسعة أو خلي نحكي ستة أوكي معتوه في أي حالة حسب H-B-A-1-C بري دايبيتس طيب يجتني الحالة ستة هو بري دايبيتس لكن قراءتي للفاستين بلازما جلوكوز كانت 126 حسب هالقراءة هو ايش هو مريض سكري على أي أسس بقرر بقرر حسب التراكم فشو بحكي هو حسب التراكم بري دايبيتس هو في مرحلة أنا بقدر ألحق فيها المريض وأعالجه لكن شو معنا أنه إجاني كديبيتس في الفاستين فازما جلوكوز معناته أنه خلال آخر يومين من نظام الغذائي كان مزود نسبة سكر عالي كتير فالتمان ساعات الصيام ما كفت أنه الجسم يعمل كمان موازن لكمية السكر هاي فطلع عندي في التحليل حتى بعد الصيام أنه هو كمريض سكري فالأساس في تقييم هل هذا المريض سكري ولا لا التراكم لأنه بقسلي آخر ثلث شهور إذا بدي أشوفه بشوف آخر فترة منه فعادة عشان أشخص مريض أول مرة باستخدم التراكم عادة باستخدم لفاستين خلزما جلوكوز لمريض هو مريض سكري لكن بدي أشوف قديش الجسم بيتفاعل ويتجاوب عندي مع الدواء تمام مثلا أنا عملت له تشخيص هار نفس الحال كان بري دايابيتس وكان أنا عندي دايابيتس فالفاستين فصنفت أنه بري دايابيتس وما عطيته دواء خليت يتبع نظام غذائي تمام إجاني بعد فترة بعد النظام الغذائي اللي هو اتبعه تمام بدي أرجع أعمله تشخيص لسه ما شخص شو بارجع بعمل أنا أريد يعرف أنه ال HPA1C وبري دايابيتس شو بعمل أي تست بعمل تست الفاستين فلازما جلوكوز وبشوف رجع للحالة الطبيعية هل هو فعلا ماشى عن نظام اللي الطبيع وضع حالة عشان نوضح الفكرة مريض تم تشخيص أنه هو مريض سكري حسب ال HPA1C تمام يعني إجتنا القراءة كم أكتر من 6.5 أو 6.5 حتى وطالع هو مريض سكري تم وصف دواء من قبل الطبيب لإله عادة أول حالة تشخيص منعطي المريض شهر يستخدم فيها الدواء لمرض السكري وبعدين بعمله تحليل دم وبتأكد هل هذا الدواء موسفيد كان لهذا الشخص لحالته عمل تنظيم مندي للسكر ولا لا بعد شهر برجع بعمله أي تست وبشوف قديش اللي هو القيمة عندي لأنه لسه بعد شهر هل بقدر أعمل HPA1C مرة ثانية لإله وهو جاييني بس بعد شهر لا لأنه HPA1C قديش بإيس آخر ثلث الشهور أنا أريدي مثلا هلأ بشهر 12 اليوم عملت له HPA1C يعني قاس لأ شهر 12 و11 و10 قديش نسبة السكر كانت في دمه بعد شهر قلت له رجع لي بشهر واحد بدي أشوف وأشخص هل هذا الدواء كان مفيد لإلك ولا لا هل بادر إيس HPA1C مرة ثانية شو رح تطلع للنتيجة رح تطلع لي نتيجة آخر شهر واحد بس كمان ما حطناش و11 اللي كانت من الحال القديمة فشو معناته بعمل فيها الحالة بقيس وبستخدم وبشوف هل فعلا كان عندي تحسن على هاي الحالة ولا لا هل الدواء هستلم النسبة السكر في الدم ولا لا هاي هي الفكرة فالأساس في تشخيص HPA1C لمرض السكري رضح الفكرة عادة يعني عشان اقيم قديش اللي هي الحالة عندي تم تسيطر عليها باستخدام دواء معين هيك تمام واجاوبت على سؤالك دكتور يعني احيانا تكون الفانسيك مثلا تشخصته انه ما له مريض سكري بس HPA1C طلع ماه مريض سكري فهون نحن مناخدها حسب السكر التراكم بالدم مناخدها حالة حالة سماما الاساس هو التراكم دقة اعلى عم بقيس لي اخر ثلث الشهور وآلية القياس عندي عالية كمان عالية اللي هو ليش اسم HPA1C يعني انا ما كنت بدأت خل به التفاصيل عشان اللي هو اريدي مش بحاجة لالها انتو حاليا وهي شوي بتابع لها في داخل اللي اسم بحكيلي نسبة السكر في الدم لما تكون عالية جدا وما في سيطرة عليها بتصير وتبلش جزيئات السكر ترتبط في الهموغلوبين نفسه تلزأ فيه فبصير عندي فريات الدم بما فيها الحمراء بما فيها من هموغلوبين اريدي ما شو نائل السكر ملزق فيها احنا بنعرف السكر بالحال الطبيعي لازم يكون عندي في الدم بيكون مرتبط او ملتصق بنواقل خاصة فيه تنقل عندي السكر حالة السكر عالي جدا فهو فائد ما عندي نواقل كافية تنقل هذا السكر فبدأ السكر يعمل روابط مع الهموغلوبين نفسه فعشان هيك تقييمي وتحليلي الـ HB1C دقيق اكتر لاني انا عم بقيس شيء موجود ملزق في خلايا طبيعية اساسة موجود لسه في داخل اسم الانسان فبيقيس لآخر ثلث الشهور قديش كانت نسبة السكر في الدم يعني قديش كانت نسبة السكر في الدم عالي جدا لدرجة انها خلال آخر ثلث شهور هي عاملة روابط مع الهموغلوبين نفسه فعشان هيك الـ HB1C مع دقة أعلى أثناء اللي هو التشخيص إضافة انه بعطيني آخر ثلث أشهر فهو الأساس في تشخيص لمرض السكر الفاستنج هو بس أثناء عمل check or control على قديش صار عندي تحكم في نسبة السكر في الدم هيك وصل فكرة هيا دكتورة بس عندي آخر سأل ولو غلبتك هلا فيه بعض دكتورة يطلبوا انه من المريض بعد ما يفطر يجي حلل الدم فهل شي صح بصير بعد ما تفطر برجع بحلله الدم هذا التحليل الدم اللي هو المباشر بيكون اسمه وإله قيم معين اللي هو عادة على حسب ما أذكر اللي هو إذا كانت يعني من ميتين لميتين وتقريبا خمس وسبين إشي زي هيك مش متأكد الصراحة من القيمة لكن بيكون حالة طبيعية ما فيها مشكلة لكن هيا لا تستخدم لوحدها لتشخيص مريض سكري ولا لا هما بيستخدموا زي ما قبتلك قبل شوي حكتي لي هل ممكن يشخصوا أو يطلبوا تلات تحليلات وطلبوها عشان يقارنوا القيم مع بعضها البعض الأساس هو HPA1C تمام لكن أنا بشوف الفاستنج يعني آخر فترة هل الصيام فعلا خلى الجسم قادر على أنه يعمل موازن لنسب السكر في الدم ولا لا بعد الأكل عشان أقيم شو هي الوجبات اللي الإنسان متعود أنه هو يفطر عليها مش أنا قلت له بعد ما تفطر تعالي عندي مادة تاني أعمل لك تحليل للدم بقارن القيم بشوف شو طبيعي يعني ممكن نأخذ خلفية عن شو طبيعة نظام الغذائي قديش الجسم مباشرة بيتفاعل مع هالوجبه مباشرة بيرفاعل السكر في الدم حسب شو الوجب اللي تناولها المريض سو ممكن يصير عندي هيك خلفية شو هي وجه نظر شو هي الوجبات اللي بيأخذها وقتها بكون كطبيب قادرة على أني قارن بين الثلاث قيم مع بعضها لبعض فطلبهم لنسبة أو أني أنا عمل تحليل بعض الفطور صحيح ما فياتوا أعمل شكرا لكن نرجع من الكرر ما رح يسبب خلال بالتحليل يعني لا لا أبدا بعد ما أتحليل سحبوا عين منه أساسا قبل الفطور وعملوا اللي هو التحليل أو رديلها واحدة بعد ما أفطرح رجع يسحبوا عين الدم تاني ويقارنوا القيم مع بعضها لبعض فما فيها أي مشكلة بالعكس بتزيد من دقة التحليل أو خلينا نحكي مش دقة التحليل دقة قرار الطبيب بعدين رح تزيد منها أنه شو نوع الدواء اللي يعطيها آلية عمل الدواء المناسبة لهذا المريض شو رح تكون إضافة لتحديد نظام غذائي معين فاضحي كالفكرة يا جمعة دكتورة ممكن سؤال تفضلي بالنسبة للتراكم كمان بده عدد ساعات معينة من الصيام ولا لا 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 التراكم ما فياته مشكلة آه يعني منروح عادي مثلا الصبح ومنروح نعمل تحليل مباشرة بصير عادي بس لازم الطبيب يكون عنده خبر على أساس أنه إيش أنت موصم أريدي هو ما بيسأله طالما موصم عشان ما يعمل اللي هو الفاستنج على الفاضي يعني تمام شكرا دكتورة وليهمك صاب يا جمعة على هيك استل إذا ما حدا عنده كمان أي سؤال وخصوص هذه الليكتر خلينا نسكرها نتقل لموضوعنا الأساسي اللي هو رح نحكي فيه عن مين عن الليبد طيب طب تحبوا أعطيكم بريكي جماعة أول وبعدا نبلش في الليبد ولا نكمل مباشرة ما شوي دكتورة بيه حدا تحبوا أعطيكم يكمل دكتورة أوكي يكمل طب محاضرتنا لكتر نمبر فور عن الليبد نشوف شو هي الليبد عندي شو يعني الليبد بحكي الليبد يعبار عن macro biomolecule that is soluble in organic solvent and insolubble in water طب شو هي الليبد حكينا هي اسم آخر لأي مجموعة من الأغذاء اللي هما الدهون صح هي عبارة عن جزيئات biomolecule اللي هي مقصود فيها مقصود فيها جزيئات حيوية موجودة في داخل الجسام كعنات حية macro يعني كبيرة في الحجم وبيحتاجها الجسم بكميات كبيرة كمان that is soluble in organic solvent يعني هي ذائبة في محالل أو مذيبات نسميها عضوية and insolubble in water غير ذائبة في الماء نبسط الفكرة بجيب أنا هلأ وعاء وبحط فيه مي وبحط فيه زيت هل المي والزيت بينخلطوا مع بعضهم البعض بدوبوا بصيروا طبقة واحدة كاملة ولا بينفصلوا 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 عن بعض شو يعني انفصلوا يعني هما غير ذائبين مع بعضهم البعض صح شو فكرة الذوبان الإذابة بحكيلي بالكيميا إذا المادة بدي أسميها هي ذائبة في مادة أخرى هي كيف أساسا صار الذائبة فيها إحنا بالنظر بخصائص الفيزيائية أنا بشوف أنه المادة هاي بطلت موجود وصارت عبارة عن أنها اختلطت مع المادة التانية وصارت عبارة عن طبقة واحدة بالكيميا بمعنى أنه المادة الأولى كانت قادرة على أنها تكون روابط مع المادة التانية فذابت فيها فالتأمت زي كأنها هي صارت التأمت معها التحمت معها فصارت كبارت واحد فصارت عند طبقة واحدة طبيعة المواد طبيعة الذرات إذا كانت متشابهة بيكون هذا الإشي أوضح وأسهل بطريقة العمل فشو بيحكيلي طبيعة الزيت والمكونات الموجودة والذرات الموجودة في مادة دهنية تختلف عن طبيعة الذرات الموجودة عندي في مادة مائية ممكن نوصفها أو بنوصفها أنها مادة قطبية يعني عم نحكي عن الماء لأنه الذرات مختلفة فما بيذوبوا مع بعض يعني عكس المغناطيس المغناطيس مين اللي بيجي ذميم عندي القطب الموجودة والقطب السالب بيجاذب مع بعض إذا جبت قطبين بيشبهوا بعض شو رح يصير بينهم تنافر رح يبعدوا عن بعض هون عندي العكس اللي متشابهين بيذوبوا مع بعض والمختلفين بينفصلوا عن بعض فشو الفكرة كانت شاني أورغانيك أورغانيك سولبنت يعني مذيب عضوي المقصود في أورغانيك في التعريف هون إنه أي مادة كيميائية الذرات الأساسية فيها عبارة عن كاربون وهايدرجين بكميات كبيرة بيكون هذا المركب عندي أو هذا المذيب عندي بس سمينه هو عضوي بس سمينه هو أورغانيك فعشان هيك كان في التعريف إنه الليبهد هي المواد الذائبة في الأورغانيك سولبنت وغير ذائبة في الماء باختصار كل الكلام أول ما أحكي الليبهد يعني غير ذائب في الماء هو إنسلبل إنواتر طب The leopard family include عائلة الدهون عندي تنقسم للتري بارتز يعني كلها يعطم عبارة عن أنواع من الدهون عندي ترايجلسرايدز اللي هي دهون الثلاثية ما سميها الترايجلسرايد بتكون عندي بحالتين بحالة الفات وبحالة الأويلز ورح نشوف الفرق بينهم لأدام اتنين عندي الفوسفول الليبهد الفوسفول الليبهد هي عبارة عن مواد دهنية فيتها ذرات أو ذرة فوسفيت اللي هي PO4 ماينس ستيرول عبارة عن وصف لمواد دهنية تركيبة الذرات فيها وترتيب الذرات فيها بيكونها على شكل حلقات وهذه الحلقات بتكون ملتسقة ببعضها لبعض كما رح نشوف صورها لأدام صور عندي ترايجليسرايد فوسفوليبيد واستيرول مين بتذكر لي واحدة من هدول التلاتة ذكرناهم في الأناتوم بشكل مفصل أكتر مين كانت فوسفوليبيد بالضبط فوسفوليبيد وين كانت يا جماعة بريمار غشاء الخلية حلو غشاء الخلية حلو كمان ذكرت حلو كتير كانت شو وظيفتها هي أساس المكون الأساسي لغشاء الخلية اللي كانت بتكون لي اللي هو بفصل لي two parts عن each other وكان بينظم الانتقال المواد بين الخلية من داخلها إلى خارجها طيب سلمنبرين حكينا المكون الأساسي فوسفوليبيد كان في عندي كمان مكونين إضافين لغشاء الخلية شو كان في عندي اللي بدمان كان زر فوسفود وعليها كل دهوم طيب هذي الفوسفوليبيد كان عندي إشي تاني مكونات تاني اللي هي مين كوليسترول وبروتين تذكروا بالضبط لما حكينا عندي كوليسترول وعندي بروتين وحكينا وظيفة كل واحد فيهم كانت البروتينات بتشتغل كداعمة وناقلة وبالأحرى للنقل كانت الأساس ووظيفة الأساسية لإلها الكوليسترول كان شو بيعمل بيزيد ريجيدي تذكروا اللي هو الصلابة تاعة هذا الغشاء طيب الكوليسترول هاد ليه عم نحكي كل هات التفاصيل أو بنسترجع هات التفاصيل مع بعض الكوليسترول هو عبارة عن ستيرول تمام فلما نحكي عن عائلة الستيرول أو قسم الستيرول رح نحكي عن الكوليسترول الفوسفوليبيد أريدي بعارفين شكلها ورح نرجع نستذكرها بشيء بتناسب مع مادتنا وشهة نظر مادة أساسيات التغذية والتراجلسرائد نفس الفكرة طيب يعني ليه بنحكي نأكلها التفاصيل بس لشنا نعمل ربط بين المواد اللي أخدناها وأريدي كل العلوم ارتبطة مع بعضها البعض بشكل بيدعم بعضه التاني طيب يعرفوا لي عندي تراجلسرائد عندي فوسفوليبيد وعندي ستيرول طيب يعني وظائف الليبد عندي متل ما تعودنا كل ما نحكي عن part مثلا كاربوهيدريز يعرفنا الفنكشن لا إلها نفسي نشوف الفنكشن لا إلها طيب الفنكشن بيع informing خلال وظائف الليبد تنقسم لقسم كل واحدة لها Text شو بيحكي لي طب شايفين كلمة fat هون إلها معنى آخر بيختلف عن كلمة fat هون حسب صياغة الجملة سوة ما نحكي اللي نترايق السرايد هي عبارة بتنقصب عن fat and oils عم بحكي عن حالة هذه المادة الدهنية هل رح تكون صلبة فبوصفها انها fat ولا رح تكون تائلة فبوصفها انها ذيت as oil اللي هي في درجة حرارة الغرفة لكن المقصود في fat هون اللي هو عبارة عن كأني عم بحكي lipid استبدأت كلمة fat بكلمة lipid أو هون so lipid fat fat lipid نفس الفكرة الفكرة انه الفات in food or lipid in food serve as an شو وظيفة الفات أو وظيفة اللي بد في داخل الغذاء يعني في نظام الغذاء في وجبتي انا عم باخد كمية الدهون شو بتفيدني هاي الدهون اللي باخدها في نظام الغذائي بيحكي لي هي عبارة عن energy source with high caloric density يعني عبارة عن مصدر الطاقة بكثافة كالورية اللي كالوريك دنسي أو كثافة السعرات حرارية عالية كلاتنا بنعرف هذا الاشي منيذكر معي في بداية المحاضرات في مادة أساسيات التغذية حكينا واحد جرام الفات كم كالوريك بعطيني تسعة 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 فالفكرة اللي بد عندي مقارنة مع باقي النيوتريينتز كان الفات بعطيني تسعة أو اللي بد تسعة الباقي كانت الكاربوهيدريتز والبروتين كانت البروتين أربع الكاربوهيدريتز ثري بوينت سبينتي فايف تلاتي بوينت خمس وسبين add textures and taste شفي يعني textures and taste يعني بتعطيني الطعام للأكل وهو الملمس اللي هو textures زي كأنا بحكي القوام لوجبة الغذاء اللي أنا بعدها واحد عم بطبخ وعم بضيف كمية من الدهون قوام الطعام عندي texture والtaste طعم الطعام عندي لح يختلف يكون أفضل مع إضافة هذه الليبت فهي تعتبر كمان من functions أو من الفوائد تحت الفات ثلاث كان عندي contribute to اللي هي الشبع أنك تشعر بالشبع ففي وجبة إذا فيه كان عندي نسبة دهون بتساعد الإنسان على أنه يوصل لمرحل الشبع بشكل أسرع مقارنة إذا كانت الدهون مو موجودة فيه وجبة الغذائية طب فهي تعتبر وظيفة أو function فوائد من هذه الفات اللي عم بأخذها من وين؟ من الفود طب بالنسبة للدهون الموجودة في داخل الاسمي إحنا في مجتمعاتنا نتطلع على هذا الإشي أو بالعالم كله بالأحرى عم بتطلعوا على إنه الدهون هي دائماً إشي سلبي لازم نتخلص منه لكن بالواقع هل أنا لازم أتخلص من الدهون كاملي في جسمي؟ هلها صفر تماماً؟ يعني ما عندي ولا كتلة دهنية في داخل الاسمي؟ لا، لا، مو كلها بالضبط، مش كلها شو الفكرة؟ الدهون في داخل الاسم الإنسان إلها فوائد وهي كالآتي within the body lipid function as energy reserve أساساً الأنسج الدهنية عندي بتشتغل كمخازن للطاقة أي فائض عندي بخزنه على شكل دهون في هذه الأتيبوس تيشو فهي تعتبر عندي عبارة عن حافظة للطاقة أو مخازن للطاقة 2. regulate the hormones آلية عمل الهورمون وانتقال إشارات تاعة الهورمونات بتحتاج لوجود نسبة دهون في داخل الاسم الإنسان في داخل عندي حوالين اللي هو أو بين الأعضاء حوالين الأعضاء أسف الأنسج الدهنية نفسها عشان نعمل regulation للهورمون كمان لقدام رح نتكلم فكرة الهورمون متفصيل أكثر 3. transmit nerve impulses نقل الإشارات العصبية إشارات العصبية عشان تنتقل لو مذكرين شكل الهورمون لما حكينا عندي حوالين الأكزون كان فيه myline sheet تذكروا شو حقا تلكم myline high sheet شو اسمها أو شو طبيعتها بتلكم مثل وسائد بطبيعة دهنية شو الفكرة كانت نقل الإشارات العصبية بسر بشكل أسرع إذا كانت عندي هاي المايلين sheet موجودة إضافة لذلك هاي المايلين sheet كانت بتعمل على حماة الأكزون كمان فالفكرة إنه وجود نسبة دهون مش بس عوالين الأكزون فكرة أو بس عندي فيلي neuron كمان حوالي في الجسم نفسه لما تيجيني إشارة عصبية عم تنتقل من الدماغ لحد أعضاء الجسم وجود نسبة دهون بتساعد في نقل الإشارة العصبية بشكل أسرع وأفضل بهمني كمان كتير هاي نقطة كتير سهلة يعني حلو لو حد تضل في فكرته في باله أول ما نحكي شو فوائد الدهون في داخل جسم الإنسان تضل في باله اللي هي الكوشن فيتال أوريان شو المقصود فيها؟ اللي هي حماية أو ماصل الصدمات لا اللي هي حوالين الأوريان يعني حوالين الأعضاء في جسم الإنسان فيها عندي دهون بتكون محاطة بهالأعضاء شو الفكرة من هاي الدهون يعني شو وظيفتها موجودة عشان تحمل عضو نفسه مثلا واحد اتعرض لحادث هذه الدهون عندي تعتبر مثل وسائد ماصل الصدمات عشان تقلل حدة الخطر على هذا الأوريان عشان أحمي تخيلوا ما عندي هذه الأوريان أو هذه الفاتحة حولين الأوريان معناته أنا كل وقع بوقعها حتى لو ما كان حادث مثلا سيارة كبير مثلا حادث عادي حتى أي وقعها وممكن أن يصبح عندي خلال على الأوريان نفسه فالفكرة أنا بمص الصدمات بمنع أو بقلل حدتها اللي رح توصل عندي للأوريان فهاي كانت من فوائد اللي هي الفات والليبيد الموجود within the body كمان ترانسبورت الفات السوليبل النيوتريان هاي نقطة كمان كتير مهمة لما في نظام الغذائي أنا بدي أخذ مواد هاي المواد بطبيعة هذائب في الدهون معناته أنا الدهون اللي في داخل جسم الإنسان بتساعد على نقل هذي الفات السوليبل النيوتريان اللي هي المواد المغذية الزائبة في الدهون فوجود نسبة الدهون في جسم الإنسان بتساعد على امتصاص على نقل هذي المواد بطريقة أفضل فعم باستفيد من هذا الموال أشهر أمثلة على الفاتسولابل نيوترينت عم بحكي على الفاتسولابل فيتامين مين مذكري أنواع الفيتامين اللي كانت ذائب في الدهون حكينا أنواع الفيتامين إن جنرال لما حكينا عن النيوترينت طيب عندي بي كومبلكس بي كومبلكس يعني كل البيتامينات بي والسي هدولا ذائبين في الماء باقي الفيتامين اللي هو A وK وE وD كلاتهم ذائبين وين؟ في الدهون مريض مثلا أو شخص عنده نقص فيتامين D وعم بياخد مكمل غذاء D شو بنصحه ياخده مع وجبة الأكل ولا بعيد عن الأكل مع وجبة الأكل مع وجبة الأكل ليش مع الوجبة؟ في الوجبة بضمن على الأقل أكيد في نسبة الدهون عم تدخل إيبن لو أنا ما عم باخد دهون تماما بشكل واضح إنها في الوجبة لكن أنا مصادر الغذائي اللي عم باخدها فيها بيكون نسبة الدهون الفكرة مع وجود نسبة الدهون هاي في وجبتي في المعدة باخد اللي هو فيتامين D بيساعد على امتصاص فيتامين D بشكل أفضل فهذا الإشي في داخل المعدة إضافة لذلك للنقل يعني ما يصير عندي امتصاص وداخل عندي اللي الدم هادي اللي هو فيتامين D بيلاقي كمان عنده نواقل خاصة تنقله سوالفكرة كانت إنه فوائد الليبت في داخل اسم الإنسان كتيره وفي عندي فوائد أو بستفيد من الليبت اللي عم باخده من مين من النظام الغذائي فالنقطة رقم 3 هاي بفرعينها واحد واثنين مهم نكون عارفين شوهي في داخل إحنا حكينا في وفوائد هادي الليبت صح عم بوصف ليها وعم بواجينيها بشكل مفصل أكتر عشان وضح الفكرة في عندي إشي بسمي أو عندي نوعين من أنواع الدمون في داخل الاسم الإنسان النوع الأول اسمه الفيسرل والنوع الثاني اسمه طيب الفيسرل بمعنى الحشوي يعني حوالين الأحشاء حوالين الأعضاء فبسميها فيسرل فات السبكوتينيوس من اسمها سبكوتينيوس تحت طبقة الجلد يعني تحت الجلد الفيسرل فات هي عبارة عن الدهون وين بتكون موجودة من اسمها فيسرل سراند فيتال أورغان ستش أز هارت كبني لفر العاخرة لكنها بتكون محاطة بالأعضاء الحيوية في داخل اسم الإنسان محيطة بالقلب محيطة بالكدني بالكليا وبالكليتان يعني هو باللوري اللي هو بالكبد طبعا احنا عم نحكي عن الحالة الطبيعية اللي هي فيسرل فات نسبة طبيعية منها مش اللي هي دهون اللي متراكمة على الكبد اللي لأنه نظام الغذاء سيء جدا فصار عندي تراكم دهونة على الكبد فكانت بالنوع السلبي احنا بنحكي عن الحالة الطبيعية إنسان حتى لو متبع نظام غذاء صحي already بالحالة الصحية هاي لحيكون فيها عندي فيسرل فات حوالين هادي الأورغان هاكي أنا شو وظيفة هذه الفسرل فات اللي هي هون صدقتين وصفات اللي هي الفات اللي هي الدهون اللي تحت الجلد تحت البشرة شو موجودة أو شو وظيفة هاي isolate the body from extreme temperature and help keep the internal climate under control نسبة الدهون الموجودة تحت الجلد بتساعد على إنها تعزل الجسم من درجات الحرارة الاكستريم الاكستريم اللي هو يا زايد كتير او قليل كتير اللي هو اكستريم بمعنى ككلمة للقصوى بس القصوى بالزيادة او اللي هي بشكل مبالغ فيها يعني درجة الحرارة تعزل جسم الإنسان كام يا جماعة 36.5 لحد 37 صح قلنا نحكي 37 سليزية إذا أنت عايش في بلد درجة الحرارة فيه بالعادة الطبيعية خصوصا في الشتاء مينس 5 ومينس 10 وفي بلدان توصل فيها درجة الحرارة مينس 20 درجة الجو هاي عشان ما تأثر على الجسم وتدخله في حالة صدمة شوك هاي في عندي او شو اللي بمنع هذا الاشي يصير انو الإنسان ما يصير عنده حالة الصدمة الصبكة تاني وصفات بتعمل على انها كنترول المناخ الداخلي والخارج بتعمل على انها زي توازن هذا الشي فعشان هيك ما بيدخل الإنسان في صدمة لكن اذا ما عندي هذا الصبكة تاني وصفات ما عمسه رح يكون فيه عندي هذا الاكسريم تنبريتشر يعني ما ينس 20 هاي اللي كتير ونخفضة رح تأثر بشكل مباشر على الجسم الإنسان وممكن تأدي للوفا اللي هو جارك بشكل مباشر سو فكرة الصبكة تاني وصفات كانت isolate the body from extreme temperature and keep the internal climate under the control بتساعد هاي النقطة الاهم يعني بتساعد هاي الصبكة تاني وصفات على انها تحافظ على المناخ الداخلي ومقصود في المناخ الداخلي هو درجة حرارة الجسم الداخلية تحت السيطرة انها تضل ضمن الرينج الطبيعي ما تزيد عن الحد المطلوب ولا تقل عن الحد المطلوب نفسي اشي حكينا مثالنا واحد عالش بلاد ماينس خلنا نحكي 20 اللي عايش في بلاد درجة الحرارة دائما 50 سلزي وطالع هاي دي كمان عشان ما تأثر على جسم الانسان في يعني الصبكة تاني وصفات بتعمل على الموازنة هاي فبالتالي الفات within the body بينوعينها البسر الفات والصبكة تاني واسهدفهم الاساسي لو بدي أحطه بكلمة وحدة اللي هو الحماية في اما حماية من الصدمات اللي هي البسر الفات وفي حماية عندي من التغيرات الجوية اللي بنسميها الصبكة تاني وصفات صب هذه نقطة مهمة نكون عارفينها جسم الانسان قادر على انه يخزن كمية غير محدودة من الدهون بشكل كتير سهل عشان هيك من لا انه السمنة حالة تعتبر وانتشري جدا في العالم ليش لانها مو صعب على الجسم اللي يخزن عندي هادي الدهون إذا أنا بعطي الجسم كمية الدهون عالية يعني فائضة عن الحد المسموح فيه فبالتالي الجسم بيكون قادر على انه ايش يخزنها بشكل غير محدود يعني اد ما بعطي اكتر اد ما هو قادر على انه يخزنها اكتر عادي طب and this body or this body fat is used for energy when needed هاي كمية الدهون المخزنة في الجسم الفائضة يعني اللي احنا منعتبرها سلبية احنا هلأ طلعنا من المرحلة هاي لفوائد الليبيد الدهوني والدهوني اللي هي الفوائد الإيجابية عند دخلتها لأ في مرحلة انه انا عندي دهون مخزنة وتعتبر خلبيا نوعا ما يحكي لي الجسم بيبلش يستخدمها كمصادر للطاقة مثل ما خزنها هو الجسم قادر على انه يستخدمها كمصادر طاقة when needed يعني لما يحتاجها بمعنى يعني اذا انا ما بخلي الجسم يوصل لمرحلة انه هو يحتاج هذه الدهون ما رح يستخدمها فاذا انا بدي الجسم يستخدم الدهون الفائضة هاي اللي مخزنة يعني شخص بيعاني من السمنة بدي الجسم يبلش يستخدم الدهون هاي كمصادر طاقة شو لازم اعمل اقل كمية الكاربوهايدريت في نظام الغذائي ليش؟ انه احنا عارفين الجسم بيستخدم مصادر الطاقة كالآتي كاربوهايدريت وبعدين بنتقل للفات وبعدين بنتقل للبروتين اذا انا دائما في نظام الغذائي عم بتضل اعطي للسم كاربوهايدريت فالجسم ما رح يكون فيه موضع انه هو محتاج يستخدم الدهون المخزنة لا انا اريدي عم بمده بمصادر طاقة اسهل واسرع يعني ليه الجسم يتعب ويغلب حاله ويحرق دهون وبعدين يحولها لمصادر طاقة والريدي انا في نظام الغذائي عم بعطي كاربوهايدريت وبكميات فائضة وغير صحية اساسا لكنها بتمدل الجسم بطاقة نوعا ما حاليا ولحظيا بشكل سريع فالجسم عم بيستخدمها بشكل سريع كمصادر طاقة اي فائد منها كمان يا حريبي بما احلاها الجسم بيستخدم مصادر طاقة سهل وسريع والفائد بروح يخزنه عدهون شكل دهون مرة تاني ما فيه مشكلة فبيخزنه عشكل جلايكوجين اول وبعدين عشكل دهون فالجسم هنا بحالة راحة طالما انا ما قطعت او قللت خنح لكمية هذه الكاربوهايدريت وخليتها وحولتها من الشكل الغير صحي لشكلها الصحي رح يضل الجسم ما يستخدم الدهون المخزنه فعشانك بيضل او بنضل نكرر فكرة انه انا باستخدم الدهون هاي او الجسم بيستخدمها كمصادر طاقة والنيدد لما يحتاجها يعني لما الجسم يكون ما عنده كاربوهايدريت عم باخدها في نظام الغذائي او الكمية قليلة بعدين خليت الجسم يمر في مرحلة الصيام راح استخدم الليكوجين المخزن خلص الليكوجين المخزن بلش يستخدم عندي مين الدهون المخزنه فصارت عندي عملية الحرق فهي نقطة مهمة تضل عندنا في بعين اللي هو ناخدها بعين الاعتبار تضل في بعيننا طب بغض النظر عن هاي التفاصيل هذا اشي ذكرنا في المحاضرة السابقة الكاربوهايدريت عندي الفائضة الجسم وتحديدا الكبد قادرة على انه يحولها لشكل دهون نفس الاشي البروتينات الفائضة الجسم قادرة على انه يحولها ويخزنها لشكل دهون فلو بتلاحظوا شو يعني باخد الخلاصة من كل هذا الكلام اي مكون او اي عنصر غذائي باخده بكميات فائضة الجسم رح يخزن لي على اي شكل بالنهاية على شكل دهون بالضبط وهذا الاشي اللي احنا ما بنرغب فيه طب بالمقابل هل الانسان ممكن ياخد اللي هو فيتامس بكميات فائضة اللي هو الفاتس صلب الووتر صلب الفايتامينز عادة محكيلي لا لانه الجسم اساسا بحتاجها بكميات قليلة فهو بياخد حاجته منها وبتخلص من الباعي فما فيه بيكون عندي تخزين بشكل كبير للفاتس او عفوا ما بيكون عندي تخزين بشكل كبير للفايتامينز سواء ذابي في الفات او ذابي في الووتر في عندي تخزين من الصوبة بسيطة للفات صلب الفايتامينز لكن الفكرة هو ما فيها لانه هي عبارة عن مايكرو نيوترينت ما بصر في عندي تخزين لقيلها على شكل دهون يعني هاد الفايتامين ما بلاقيها تخزنت على شكل دهون تتخزن على شكل فات بصر الجسم استخدم عفوا تتخزن على شكل الفايتامينز زي ما هي بصر الجسم يستخدمها وقت حاجته فكرة العامة الماكرو نيوترينت يعني المواد الغذائية اللي بصنفها انها هي بحتاجها الجسم بكميات كبيرة اللي هما مين حكيانا الماكرو كاربوهايدريت بروتين والفات كل ياتهم هدول الثلاث اذا باخدهم بكميات فائدة الشكل التخزيني في داخل الجسم الانسان بيضطر الجسم يخزن على شكل ايش فات يعني اكل دهون بكمية كبيرة من اسمها دهون رح تتخزن على شكل دهون اكل تكاربوهايدريت بكمية كبيرة بتتخزن على شكل الجليكوجين زدت الكمية الكبيرة بلشت تتخزن ويحولها الكبد على شكل فات نفس ايش بالنسبة للبروتين تتخزن تمام ما في مشكلة فاضة الكمية في عندي ميكانزة معينة آليات معينة في داخل الاسم الانسان بتحولي هادي الماكرو نيوترينت بتخزنها على شكل فات فالفكرة معناته نرجع لنفس الفكرة المحورية اللي حكنا في بداية مادتنا الفكرة لما بدي احكي عن نظام غذائي عن اساس ياب تغذية بشكل اساس الفكرة اني عم بحكي على نوعية الغذاء وكميته هل الكواليتي تاعة هذا الغذاء كافية جيدة نفس الوقت هل الكمية عندي كافية وغير فائضة عن اللزوم لانه زي ما شفنا اي شيء فائض عم بيتم تخزينه بشكل غير مرغوب فيه بشكل بسبب عندي امراض طيب حكنا تفاصيل يا جماع عشان توضح الفكار لكن نعيد الافكار الاساسي اللي بيتمني في هذا السلايد عشان ننتقل علي بعد واحد الليبد هي عبارة عن ماكرو بيومولكيول لو قلتلكم الليبد هي عبارة عن ماكرو نيوتريانت كمان صح ماكرو نيوتريانت ماكرو مولكيول نفس الشيء خصوصا في مجالنا هون طيب ويرفولي فكرة اللي هو وان انتو هالنقاط ونقطة اللي هي البسرة الفات بتهمني والسبكتين وصفات اساسية اضافة لذلك انه طالما نعرف انه طالما عم باخد كميات كبيرة من الفات او من اي مادة غذائية بشكل فائض اي اكسس الجسم قادر على انه يخزنه بشكل غير محدود على شكل فات فات اول واحد عندي خضر عن الفيتامينات لو بعرف ان ازازات الفيتامينات كتير بالجسم مثلا بتسبب مثل حرقة بالمعدة واحد بصير بيشار كتير بالغسفة طب حلو سؤال لطيف اذا عم باخد هذه الفيتامين من مصادر كمكملات غذائية بتسبب حتى الاعراض الجانبية تبلش تظهر عندي بشكل سريع لكن اذا باخدها من نظام الغذائي لا الجسم بيقادر على انه يوازنها ما في مشكلة يعني خصوصا البي فيتامين بي بانواعه وخصوصا فيتامين سي ما بحكي عن مكملات الغذائية مكملات الغذائية لازم اخدها بالطريقة الصحيحة لا بشكل فائد ولا بشكل اقل يعني مثلا فيتامين بي كومبليكس عادة مرتين باليوم تمام بالكتير فيتامين سي اذا كان الف ميلي جرام مرة باليوم بيكفي اذا باخده اكتر رح يبلش عندي السر مشاكل لكن من النظام الغذائي فيتامين بي وفيتامين سي ما بيتخزنوا في الجسم طبيعتهم يعني اليوم اكلت كمية الكافية من فيتامين سي بكرة ما رح عليها موجودة في الجسم لازم ابدأ من الصفر مرة تانية عشان هيك دائما اول شائع كتير الناس بكون عندها نقص في فيتامين سي نقص في فيتامين بي ليش لانها اساسا النظام الغذائي عند اغلب الناس حديدا في هذا الزمن في العالم هو غير صحي اضافة لذلك مو وعيين لفكرة اني انا اذا بدي ااخد هادي الفيتامين من نظام الغذائي لازم ااخدها يومها بيومها ما بصر احكي زي ما فكرتنا الاساسية حكي ما بصر احكي اليوم اكلت كاربوهيدريت بكرة ما بدي اكل مثلا لكن الضرر وين ببلش عندي اكتر عندي الفيتامين سي يعني مثلا اليوم اخدت فيتامين سي من نظام الغذائي مثلا في وجبتي صلطة حطت عليها ليمون واخدت لو كمية الكافية بتعتبر كافية هاي صلطة مرة في اليوم اللي هو عليها هذا اللي درسنج يكون فياته ليمون فعندي فيتامين سي لاخره او مثلا ااخد فيتامين سي من الفليفلة وارد لكن الفكرة اليوم اخدتها بكرة ما اخدت فيتامين سي وضليت على هذا النظام انا مثلا في الشهر ما باخد او الاسبوع ما باكم السلطة الا بس مرة واحدة معناته فيتامين سي اكيد رح ينقص عندي ليش? الجسم ما بيخزنو فيتامينز التاني اللي هي الفات سولبل بيخزنها لكمية قليلة حتى بحاجته وبيخزنها عندي مش بسكمية قليلة لخطرة زمنية قليلة وبيستخدمها يعني فيتامين دي مثلا لأنه زائب في الدمون بتم تخزينه بكميات قليلة فقط لكن مع ذلك إذا ما بستمرني أنا أخذ فيتامين دي أتعرض للشمس بكميات كافية أخذ العناصر الغذائية التي تدعم الاستفادة من هذا فيتامين دي لأدامه حيصال الإنسان عنده نقص في فيتامين دي سوال فكرة متى بتبلش اللي هو إجابة بدون تفاصيل باختصار على السؤال زميلتكم متى ببلش عندي مشاكل إذا بأخذها بشكل فائد إذا كانت عندي على شكل مكملات غذائية لكن الحالة الطبيعية من النظام الغذائي الجسم قادر على أنه يوازن حاشته يعني إذا بأخذها بشكل فائد من نظام غذائي الجسم قادر من الأكل يعني الجسم قادر أن يأخذ حاشته والفائد يطلع ما في مشكلة يعني ما بيتخزن الفيتامينات بالجسم ما بتتخزن الفاتس ولا بالفيتامين بتتخزن زي ما قلت لكم لكن بكميات قليلة ولفترة زمنية قليلة بكرر عم بحكي الاشياء اللي عم باخدها عن طريق الطعام. لكن مثلا فيتامين دي عم باخده بشكل مكمل غذائي وهو فاتسر بالفايتامين. وموصوف لي حسب حالتي وحسب قديش فيتامين دي عندي ناقص. موصوف لي اني انا اخده مثلا انا عم بحكة مثلا عن الجوب في فيتامين دي اللي هو بياخده على شكل اطرات. هذا طبعا افضل نوع. عم نوصفه او بنعطيك مثال الفكرة. موصوف لي اني انا اخد اطرق واحدة في التم مرة واحدة في اليوم. اذا انا بدل ما اخد ون دروب عم باخد تين دروب عشرة. يوم على يوم ممكن يصير انا عندي فيه اللي هو رد فعل عكسي. الجسم صار مخزن كمية كبيرة لانه مكمل غذائي. فيعطيني ردة فعل عكسي او مثلا بلش تظهر عنده لكن عادة عادة الفايتامين زين دي لا تخزن في الجسم كميات كبيرة والاضرار اللي منها تعتبر قليلة مقارنة مع اي اللي هو زيادة او نقص من نيوترينت اخرى. ما فيها مشكلة ان شاء الله. لكن زي ما قلت لكم بركز عليها كاني عم بحكي هي مش ادوية طبعا لكن كاني عم بتعامل مع دوة. كميات مناسبة ما ازيد عن حد المطلوب. اريدي ما رح نحكي ما نقل عن حد المطلوب لانه اغلب الناس اساسا بتعاني من فكرة نقص هذه الفايتامينز. هيك واضحة الفكرة. عندك لا يخزنها طالما عم باخدها عن طريق النظام الغذائي. طيب. نيجي على الاول فاميلي وان رح نتكر حسب بوقت المحاضرة بارت منها اللي هو التراغليسرايد. شاني تراغليسرايد? شاني تراغ? ثلاثة. غليسرايد جاي من كلمتي غليسيرول اللي عندي هون. طيب تراغليسرايد بحكي ليه اللي تراغليسرايد بيتكون من مادتين مرتبطين مع بعضهم البعض. مادي اسمها غليسيرول والمادي الثاني اللي هي الفاتي اسيد. الفاتي اسيد اللي هي الاحماض الدهنية. ليه اسمها تراي? لانه بيكون عندي. وانو ارجوكم الصورة تصير الشكل اول فكرة اوضح. بيكون عندي ثري فاتي اسيد. واحد اتنين ثلاثة مرتبطين باللي غليسيرول على ثلاثة بارت منه اللي هو عند واحد اتنين ثلاثة هون. فاسمها تراي غليسرايد لانو عندي ثلاثة ثري ثلاثة من مين من الاحماض الدهنية هاي اللي هي الفاتي اسيد. وعندي غليسرايد اللي هو مقطع جاي من كلمتي غليسرول. طيب شو يعني تراي غليسرايد او شو فكرة بيحكي لي. تراي غليسرايد لما يجري اللي بد ان فود يعني الدهون الاساسي عندي في الفود في الطعام. and stored in the body as fat as the triglyceride. يعني التراي غليسرايد هي كمية او نوع من انواع من عائلة اللي اللي بتكون موجودة بشكل اساسي بكميات كبيرة بالطعام وتخزن في داخل الجسم بشكل كبير اسفات هي التراي غليسرايد نفسه. تمام? which consist of من ايش بتتكون? من الثري فاتي اسيد من ثلاثة احماض دهنية. attach to مرتبطة مع back bone of glycerol. شو المقصود في كلمة back bone هون? مقصود فيها الاساس. يعني عندي رابطة اساسية وعليها فروع. الرابطة الاساسية بسميها ال back bone اللي هو الاساس عندي. الجذع الاساسي في تكون الرابطة. او الجذع الاساسي في المركب اللي عندي. فالاساس عندي هو اللي غليسرايد. وكأنه الفاتي اسيد اللي اعتبر فروع. شو هو اللي غليسراول طيب? اللي غليسراول هو عبارة عن تراي اول. شان تراي اول؟ يعني عندي ثلاثة تي ار اي من ثلاثة تراي. عندي عدد ثلاثة. من مين؟ من مجموعة وظيفية بوصفها انها اسمها اول. اول. المجموعة هاي اللي هي ال او اتش. ال او اتش عندي اللي هو الهاي دروكسي جروب اللي هو الهاي دروكسي جروب هاي. هادي ال او اتش بتسمي في الكيميا بوصفولي اياها انها اول. فهذا المقطع والما اشوفه غليسراول لازم اعرف انه هذا المركب فياتو او اتش. طب. هو عبارة عن تراي اول. ان الكوهول عبارة عن كحول. طب. مش كحول اللي بنعرفه اللي هو الشراب هاد. لكن اي شيء في الكيميا بيحثوا على الهاي دروكسي. فبوصف انه هو اول بصنفه من عائلة الكحوليات. في الكيميا بتم تصنيف المواد حسب اللي هو الخصائص تبعتها. يعني اللي مثلا بتحثوا على مجموعة وظيفية او اتش. طريقة وجدوا انه طريقة عملها والتفاعلات الكيميائية اللي بتعملها بتكون بطريقة معينة ثابتة. فبوصف لي اياها انه مثلا هاي المجموعة صار اسمها اول ما هي مجموعة الكحوليات اللي هي الالكول. الية تعملها واحد اتنين ثلاثة. اي مادة بتحثوا على نفس القصائص بضموها لنفس المجموعة. طوال القليسرول اللي عندي بيحثوا على المجموعة الوضعية. OH هو ان الالكول كومبوز اوف تري كاربون بتكون من ثلاث كاربونات. انت كونتين تري هادروكسي الفنكشن. بيحثوا على ثري او اتش. زي ما شفنا بالصورة قبل شوي للي ركز وقدر يحفظ الشكل. القليسرول فياته او اتش او اتش او اتش. هلا بس نمشي لو دعم نرجع نشوفه. كل او اتش هنا بتكون مجاهزة انها تتعمل رابطة مع واحدة من الفاته اسد اللي عندنا. فبتصير او اتش. تنكسر الرابطة بين الاكسجين والهادروجن. بتصير رابطة بين الاكسجين وحمض دهني اول وثاني وثالث. فالاو اتش هاي بتفيدني او هي الاساس فيني اكون رابطة بين القليسرول وبين مين بين الفاته الاساس. طب اعرفوا لي انه هو عبارة عن من شو بيتكون اللي هو which can serve as the backbone for triglycerides. اللي بيهمنا اكثر تعرفوا لي انه الباكبون of triglycerides هو الغليسرول. اريدي مذكورة هون ورجعت ان ذكرت هون مرة تاني. طب الفاته السد اللي هو المكون التاني هي عبارة عن are essentially hydrocarbon chain عبارة عن سلسلة من hydrocarbon من اسمها hydrocarbon hydrogen وكربونات بمعنى سلسلة طويلة كلياتها كربونات وعليها hydrogen فبسميها hydrocarbon chain مع وجود carboxylic acid group مجموعة COOH موجودة at one end يعني السلسلة كلها يعطيها عبارة عن carbon وهذه المرتبطة مع بعضها البعض على طرف السلسلة فقط عندي carboxyl group على الطرف. هل في احتمال الاقي carboxyl في النص مستحيل. بالنص صار عندي مكون تاني مركب تاني. الفاته اسد دائما شكلها hydrocarbon chain على الطرف carboxylic acid group. لcarboxylic acid group بتكون على الone end يعني على طرف واحد. وبسميها الالفة end. اعطوا لي اياها رمز انه اسمها الفة. عشان ايش? شكر ما يحكي لي. الالفة end اعرف انه عم بحكي لي الطرف الفيات وcarboxylic group. والطرف التاني عبارة عن مثل group اللي هو CH3 at the other end بسميها الاميجا. طيب. هاد ايش بديهي لاني انا طالما عم بحكي انه المجموعة عندي والسلسلة هي عبارة عن carbon وهيدروجن. فcarbon hydrogen carbon hydrogen عم بيرتبطوا مع بعضهم البعض. الكاربون اللي عالطرف. طيب. في الكيميا الكاربونات يا جماعة عشان تستقر بتكون مرتبطة باربع روابط. الكاربون اللي عالطرف مرتبطة بكاربون تاني جنبها. فهي رابطة. كيف بتكمل حالها بروابط عشان تستقر؟ من الوسط بتاخد هاد جنوب تكون معها. فالرابطة عندي نهاية السلسلة تاعت الالفاتي اسب نهاية هالCH3 اللي هي الميثلي جروبن سميها بالكيميا. ما رح اصلكم عن هاي التفاصيل لكن طالما تكون في الاستايد عشان اوضح لكم الفكرة ذكرناها بهذا الشكل. لكن عرفوا لي انه الجليسيرول اللي زائد فاتي اسد شو بيكون لي? الترايجليسيريد. الجليسيرول هو الباكبون الفاتي اسد اللي بهمني هلأ تعرفوا انها بتتصنف لساتوريتد وانساتوريتد. بالنسبة له او حسب ايش بصنفها ساتوريتد وانساتوريتد حسب التركيب الكيميائية. طب. شو يعني ساتوريتد وانساتوريتد من اسمها؟ ساتوريتد معنى الكلمة يعني مشبعة. انساتوريتد ان يعني نفي. فهي غير مشبعة. طب. نعيد الفكرة. فاتي اسد are essential hydrocarbon chain with a carboxylic acid group at one end بسميها the alpha end and a methyl group CH3 at the other end بسميها الاميجا عند وهاي رمزها. they are classified as يعني الفاتي اسد classified as saturated or unsaturated according to their chemical structure حسب تركيبتها الكيميائية. شو هي تركيبتها الكيميائية بتاعت الفاتي اسد عشان اصنفها saturated او unsaturated؟ ويحن نذكرها في السلايد هون وغالبا نحن تكون بداية محاضرتنا القادمة ان شاء الله بحيث ما نطول كتير كمان اليوم. بريد دي وقت المحاضرة بيخلصوا الفكرة. شو يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة بحكيلي حسب انواع الفاتي اسد اللي فيها. هل بتكون رابط ثنائية او رابط احادية فبيكون شكلها مشبعة وغير مشبعة. كمان رح نذكر التفاصيل بهذا الشكل هون. طب لي عم بزلتها عشان او رجيكم اللي نربطه في الكلام اللي ذكرنا. 3 carbon 3 OH شكلو. كل OH عندي هون رح تصير بفقد هاد الهادرون وبكون او رابطة مع مين? مع الكاربون اللي موجودة هون. اللي هي عبارة عن كاربوكسل. سي دابل بوند او او. تمام? فبصير عند التكوين لهذه الرابطة هون. فا او. تبصت مباشرة مع كاربون عليها دابل بوند او اللي هون. فاللي هي ما نسميها مجموعة الكاربونين. بغض النظر عن التفاصيل. اللي كان مذكور كمان انه هذا اللفاتي اسد هي عبارة عن سلسلة من الهادرو كاربون وطرف منها من سميه الكاربوكسل اللي هون سميه الالفا اند. والطرف التاني نهايته CH3 من سميه الاميغا اند. وين الذرات اللي بنحكي عنها؟ يعني تمام دكتور انت بتحكي CH3 هيدرو كاربون وينهم؟ مو مرسومين. ليش؟ طريقت الرسم هاي على اساس اختصار لا. كاربون عندي اذا ذكرت او كانت موجودة في مركة بشكل كتير كبير اللي هون سميه كاربون ما بتهم كتابة كاربون وشو ذرات اللي عليها؟ اريدي الذرات اللي عليها هي عبارة عن هادوجين. رح يصر في عندي اللي هو يا زي ما اسميها بالعام اللي هو العجأة عندي. موجود ان هي كتير لازئين في البعض. ففي عندي مشكلة في الرسم وتوضيح الفكرة. فاوجدوا طريقة في الكيمياء اللي هو الرسم انه كل كاربون عندي بوصفها نهي برسمها ع شكل زاوية. واردي انا عارفة بيحكو لك احنا ككيميائيين عشان انوحد طريقة البحث طريقة الرسم بين كل دول العالم. واضحة انه الكاربون عندي اريدي هاي مثلا. مستقرة كيف مرتبطة في رابطة اثنين مع تو كاربون. معناته كم هادوجين عليها؟ كمان اثنين. وكمان ما برسم الهادوجين. لانه شو الفكرة؟ الفكرة اني ابسط الرسم بحيث ما اكتب الكاربونات. لانه اريدي عدد الهادوجين اللي عليها هو اللي كتير. هو اللي كان حيسبب الخربطة او اللي هو هادي الكثافة في الرسم الذرات. فالفكرة كانت يعودوها بهذا الشكل. مختصر الكلام. هاي المجموعة اللي هون هي عبارة عن زاوية كاربون. وعليها ثري هادوجين. فاسمها TH3. وهاي هي الاوميجا اند. اوميجا اند. الفا اند. فاتي اسد. غليسيرول. فلما نوصف انه لغليسيرول عشان يرتبط مع الفاتي اسد. عم برتبط مع الالفا اند. اللي هي فيها كاربوكسل جروب هون. فبرتبط مع فاتي اسد اولى. بجيب فاتي اسد تانى. وفاتي اسد ثالثة. ثري فاتي اسد. واند. غليسيرول بصر اسمها تراي غليسيرايد. اخر سلايد ما انا نمشي عليها. what cause high glyceride. شو اللي بسبب لي انه تراي غليسيرايد. او التراي غليسيرايد عندي. لما تكون عندي عالية. شو بتسبب. يعني نسبة اللي تراي غليسيرايد دهون الثلاثة. لما تصر عندي عالية في الجسم. شو الاشياء اللي بتسبب لي اياها. بحكي لي. there are several cause of high triglyceride include. Obesity. بصر الانسان بعاني من السمنة. Poorly controlled diabetes. تنتقل لحال مرضية. انه هذا الشخص يصاب بمرض السكري. ويكون غير قادر على السيطرة عليه. فنسميه poorly controlled. Poorly من ككلمة poor. لوحدها اللي هي فقير. لكن وصفها هون ككلمة poorly. اللي هو. control ضعيف على مرض السكري. hypothyroidism. hypothyroidism. hypo قلة. thyroidism. من اللي هو. thyroid gland. اللي هو هورمون. اللي من الغدادة الدرقية. هورمون الغدادة الدرقية. اللي يكون اقل من المستقل مطلوب. نسميه hypothyroidism. يعني. عجز في الغدادة الدرقية. kidney disease. امراض في الكلية. excess consumption of calories. بحكي لي. لما انا اخد كمية كالوريز عالية. بصير عند نسبة. triglyceride كبيرة في الدسم. او لما انا اخد. كاربوهايدريت. بكميات عالية. بصير عند ارتفاع. في نسبة. triglyceride. saturated fat. بترفع نسبة. triglyceride. الاركول. نفس الاشي. فسؤالي هون. what cause هاي. triglyceride. لو اشرحه على طريقتين نفس الشي. وجود نسبة هاي. او نسبة عالية من. triglyceride. تسبب له هذه الامراض. وهاي الامراض. بترجع بترفع لنسبة. triglyceride مرة تانية. فلو معنا السؤال. شو اللي بسبب نسبة. triglyceride عالية. اللي هي هاي الامراض اللي عندي. في الجسم. طيب. ولو شرحنا السؤال بمعنى انه. نسبة. triglyceride العالية. لماذا تسبب في داخل نسم الانسان. كمان بتسبب لهذا الامراض. سؤال فكرة. نشرحه بالطريقة التانية. انه. اذا كان المرض بيعانى من. أوبيزيتي. لما عمله تحليل. رح على نسبة. triglyceride عالية. fully controlled diabetes. كمان رح يفعل نسبة. triglyceride. الhypothyroid. رح يتسبب لها. triglyceride عالي. kidney disease. نفس الاشي. consumption of calories. نظام الغذائي. كل ايات عبارة عن. صورات حرارية. عن كاربوهايدرات بشكل كبير. saturated fat. اللي يدهون المشبعة. والكول. واحد. مدمن على الكحول. دائما بيستهلك في نظام الغذائي. بيرفع لنسبة. triglyceride في الجسم. اللي بيهمني أكتر. شفتوا لما حكينا. الليبيد فامي اللي بتضمن. التراغيجلسرايد وصفناها. إنها fat and oils. هذا اللي بيهمني أكتر. ورح نشرحه هون. التراغيجلسرايد. بشكلين بتكون موجودة. fats أو oils. شو المقصود فيها؟ الليبيد. that are solid at room temperature. منسميها fat. والليبيد. that are liquid at room temperature. منسميها oils. يعني. الدهون اللي بتكون صلبة. في درجة حرارة الغرفة. أعطوني مثال على دهون. هي صلبة في درجة حرارة الغرفة. مثل. نظام. إيش بالأكل. الضبط. الزبدة. الزبدة عندي أو بالزبدة. والإهن الحر كمين. حلو. الزبدة خلينا نحكي في المثال الشائع عندي. صلبة في درجة حرارة الغرفة صح؟ صلبة. متماسكة. إلها شكلها. هاي منسميها fat. أوكي. لكن أي أنواع زيود أو دهون ذائب في درجة حرارة الغرفة. لكود على شكل سائل. بسميها oils. يعني مثلا زيت الزيتون. زيت الذرة. أي أنواع زيت عندي. هو أساسا في درجة حرارة الغرفة. شو بيكون. سائل. فشو بصنفه. بسميه oils. طب. بالكيميا أو أريدي في المحاضر القادمة. حكينا رح نشرح شو يعني saturated fat. unsaturated fat. ونشوف أمثلة عليهم في نظامنا الغذائي. الأيتنة الثίopath شفتوا صورتها منذكرينها. رجعنا عليها مرتين. الأقليسيرول وفاتة أسد. الفاتة أسد عندي. بحكي لي إذا كانت saturated مشبعة معناته رح تعطيني فات وتكون صلبة في درجة حراさ Lynn لكن إذا كنت الفاتة أسد هذه unsaturated غير مشبعة رح تعطيني زيت ويكون عندي سائل في درجة حرارة الغرفة بطريقة أخرى الزبدة فيها أحماض دهنية مشبعة فهي صلبة في درجة حرارة الغرفة لكن لأن الزيوت فيها أحماض دهنية غير مشبعة فهي بتكون سائلة في درجة حرارة الغرفة يعني السبب اللي أنا بشوف الزيت سائل وبشوف الزبدة صلبة هو تكوينتها صح؟ كلها تم نعرف هذا الأشي طب شو الجزء من تكوينت الزيت أو الجزء من تكوينت الزبدة اللي خلاني أشوفها فعلاً بالعيني مجرده إنه الزبدة صلبة والزيت سائل بحكي اللي هي الأحماض الدهنية اللي هي الpart الأساسي الموجود عندي وين؟ في التراغليسراد حكي أنا في عندي جزئين أساسيين في التراغليسراد الجليسرول والفاتي أسد الفاتي أسد هاي إذا كانت مشبعة رح يكون أو المابضة اللي بتتكون عندي رح تكون صلبة في درجة حلقة الغرفة لكن إذا كانت الدهون أو هاد الأحماض الدهنية غير مشبعة رح تكون المابضة اللي بتتكون سائلة في درجة حلقة الغرفة فبدأ إياكم تعرفوني إنه التراغليسراد اللي بوصفها ممكن إنها فات أو ممكن إنها أول تختلف حسب الفاتي أسد اللي عندي هل هي الساتوريتد أو هي انساتوريتد في عندي إكسيبشن في عندي إستثناء للقاعدة إحنا حكينا كل مادة صلبة مادة دهنية صلبة vào dhere just for hours zy muss never have access either way too اللي من اللباتات بتكون عشكل زيود بتكون سائلة في درجة حالاق الغرفة الاكسيبشن اللي عندي هوا الهوزة جوز الهم بحكيلي الكونت اويل عندي highly saturated but never this semi liquid at room temperature بحكيلي الكونت اويل زيت جوز الهند تكوينته وجدوا انه saturated يعني الدهون او حماد الدهنية اللي فيه مشبع لكنه هو semi liquid at room temperature لكنه هو سين السمي سمي يعني شبيه liquid يعني سائل طب شو يعني شبيه بالسائل بمعنى انه لا هو صلب 100% ولا هو سائل 100% اكيد كلكم شفتوا زيت جوز الهند صح في درجة حرارة الغرفة كيف بيكون عادة شبه سائل او ممكن اسميه كمان شبه صلب شو الفكرة بيكون عادة لا هو صلب 100% متماسك يعني جوه العلبة مثلا هل اشتريت زيت جوز الهند جوه العلبة في درجة حرارة الغرفة اللي هي 24-25 سلزية بيكون part منه متماسك نسبيا والpart الثاني بيكون عندي ذائب على شكل اللي هو سائل في درجة حرارة الغرفة فهاي تعتبر ميزة إضافة إلى ذلك الميزة والاستثناء لإله إنه الأحماض الدهنية اللي فيه مشبعة وإحنا إيش حكينا عشان يكون عندي مادة سائلة في درجة حرارة الغرفة لازم الأحماض الدهنية اللي فيها إيش تكون غير مشبعة فهذا استثناء للكوكونت أول فالكوكونت أول مهم تكونوا عارفين إنه هو استثناء للقاعدة هو سيميليكويد وليس ليكويد 100% والاستثناء الأساسي إنه هو هايلي ساتوريتد مع إنه الأحماض الدهنية اللي فيه مشبعة لكنه بيكون سيميليكويد في درجة حرارة الغرفة فانا ما ريفيجن علي ذكرنا في هذا البارت أريدي في محاضرة اليوم عملنا أول شي ريفيجن عن محاضرة الكاربوهايدريت ذكرنا القيم تاعت ال HPA1C وقيام اللي هي الفاستنج بلازما جلوكوز وعرفناك شو الفكرة منها وإذا ندخلنا في محاضرتنا الكتير نمبر فور اللي هي اللي بيد شي بارت ون رح يكون في محاضرة اليوم شو يعني اللي بيد اللي بيد فهم اللي شو هما اللي تراجل سرايد الفوسفول شو فائدة انه يكون عندي اللي بيد وعرفنا انه الشائع في مجتمعاتنا وفي العالم انه اللي بيد دائما مصدر الي هو خاصة فكر سلب انه دائما بتعطينا شيئا سلبية نفيناها هاي الفكرة سوأنا عندي الفات إذا زادت على حد المسموح بتصير عندي ضارة لكن إلها فوقت في داخل منها الفسرة ومنها الصبكتين وصفات وعندي الفات اللي بأخذها من الفود كمان إلها فوائدها اضافة لذلك بلشنا فيه اللي هي لعائلة الليبيد أول واحدة منها كانت لتراغليسرائد حكينا فكرتها من إنش بتتكون ثري فاتي أسيد واني غليسيرول الباكبون اسمه غليسيرول الفاتي أسيد ممكن تكون ساتوريتد انساتوريتد الها نوعين وعرفنا فكرة شو اللي بيخلي التراغليسرائد نسبتها عالي في اللي زم وعرفنا الأسباب واللي ركزنا عليه أكتر إشي فيه سلايدنا إنه هو شو اللي سرقبين لما أوصف إنه تراغليسرائد اللي عندي هي فات أو أوصفها إنها أويل وهذا الشي كان بيختلف حسب اللي هو شكل المادة الدهنية في درجة حرارة الغرفة لأنها تكوينتها بتكون اختلفة من ناحية الفاتي أصلا عندي هل هي ساتوريتد أو انساتوريتد طب فمحاضرتنا اليوم جماعة اللي هي ساعة سلايد رقم أربعة الليبيد راح نوقفها لحد هون شو وقت أريد وقت المحاضرة خلص كمان ما يكون هيك دخلنا في مقدمة اللي هي بلشنا نحمل في موضوع اللفت لبكرة في محاضرتنا إن شاء الله منكمل على موضوع شو يعني شو يعني انساتوريتد هو الفات أو الفاتي أصد شو يعني استنشال فاتي أصد راح نذكر وبعدين فوائدها هاي استنشال فاتي أصد مصادرها الغذائية كمان ما راح نذكرها إضافة إلى ذلك مشوف أشكال الفاتي أصد اللي عندي شكل اللي ذكرنا وبعدين مننتقل على الفرد الثاني من عائلة الليفيد اللي هو الفوسفوليفيد شو فوائده وشو شكله وكمان منشوف لقدام اللي هو الستيرول كمان وشهر مثل حكينا عنه الكوليستروت فمحاضرة اليوم جمعة لحد هون بتكون خصط عند هذا اللي هو محاضرة بكل إن شاء الله ساتوريتد فاتي أسيد أن ساتوريتد إلى آخر طب في حدا عنده أي سؤال اللي ذكرنا لهم يا جماعة في هذا الpart وردي أسئلت الكاربوهايز في هديك المحاضرة الذي ذكرنا هذا عنده أي سؤال على الpart الذي ذكرنا في اللي بيد آرس المعادلات الكيميائية اللي قد نشويا أخذها عن المخصف يمكن مطالبين به المعادلات الكيميائية المعادلات الكيميائية ممطالبين مو طالبين فيها بشكل حقيقي بالامتحاد لا المعادلات مو طالبين فيها يا جماعة معادلات ما بجيب رسمات ما بجيب الأفكار الإجرسية اللي برجع برجعها معكم بحكي لكم هاي مهمة هي اللي بتركزوا عليها فقط تمام هي آنسة الموضوع اللي أخذنا اللي هو ثلاث الأحماض الدهنية هذا الركض هو هس أخذنا ثلاث الأحماض الدهنية بداية تراي بس منا عرفة الفضل لكني ما أرسل الموضوع اللي بداخله أيضا نركز عليها ولا لا شوية كان موضوع معقد يتهيئ لي طب أحكي لكم شو مطالبين فيه في بارت هات اعرفوا لي اللي بد يعني هاد اللي بنقول ردي كلهاته نقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين نقطة رقم ثلاثية أريدي إن جنرال لا شرح واحد واثنين شو هادا السلايد اعتبروه كلهاته داخل تمام كلهاته أريدي الكلام اللي فيه السلايد هاد اعرفوا لي بس إنه الماجر لبد انفود and stored and stored in the body as fatty triglyceride consists of three fatty acids and attached to backbone of glycerol يعني الجملة الأولى فقط اللي glycerol بس نعرف إنه هو backbone of triglyceride اللي هي أريدي ما تقوله هون fatty acids نعرفوا إنها classified as saturated or unsaturated according to the chemical structure يعني ما رح أسألكم هل اللي glycerol والتريول ولا الديول ما رح أسأل هاد الشي لكن أريدي حكيت لكم لفهمي الفكرة عم نذكرها هون كمان لقدام أريدي مشينا على structure فعشان نفهم كيف بعض وصف structure وفكرة structure شكل structure يوضح في بالي فبندكر هاي الشغلات لكن أكيد ما بسألكم هل اللي glycerol هل هو كحول ولا aldehyde مثلا هل لا نسأل عنها فات يا أستد ما رح أسألك وين الألفة عند وين الأوميلا عند هل فيها carboxer ولا لا فهي الشغل ما مطالبين فيها السلايد اللي بعده كاملا مطلوب منكم ركزولي لكن على part هذا أكتر شي اللي هو من fat oil والفرق بينهم والexception كان عندي اللي هو coconut oil فبواضح هيك الفكرة جماعة في أي سؤال تاني أستاذة بساني عندي سؤال بخصوص السلايد اي بخصوص السلايد الفاتي أسد بس قدرين ترجيلي عن الفاتي أسد أوكي الساتوريت وال or unsaturated أوكي هاي الكلمة يعني مربوطة بالفاتي أسد بس هاي المهمة بيها يعني الكلمة المفتاحية حلو هي الكلمة المفتاحية المقصود فيها لاتحكيت لكم مطالبين فيه أنه تعرفوا لأنه إلها نوعين يعني already في محاضرة بكرة رح أحكي لكم نوع الساتوريت فاتي أسد شو هو والنساتوريت فاتي أسد شو هو رح نذكر بالتفصيل هاي عبارة عن سلايد مقدمة يعتبر أنه أنا عندي نوعين من أنواع الفاتي أسد اللي لإلها عندي الساتوريت مشبعة وعندي انساتوريت غير مشبعة وعرفنا أساسا أول معلومة عنها أنه الساتوريت عادة بتعطيني شكل الماد يكون صلب في درجة حرارة الغرفة والنساتوريت بتعطيني شكل سائل في درجة حرارة الغرفة فهيكسرون عارفين أول معلومة عنها باعتبار في محاضرة بكرة أريد رح نتكفرها بالضبط في محاضرة بكرة رح نتكفر بالتفاصيل شو يعني الساتوريت شو يعني انساتوريت أمثلة عليهم في نظام الغذائي فرح تكون وطبعا مطالبين فيهم فإن تستنوا المادة بتصير الأفكار واضحة تفضلي يعني هسا هاي الكلمة الفاتية مربوط بها الساتوريت والنساتوريت يعني هاي الكلمة المربوطة بها تماما ولا يهمكم فأنتي لا تستبقوا الأحداث أو التهك الهم يعني بس نخلص المادة أو هاد السلايد كامل أريد الأفكار رح تكون ارتبطت مع بعضها البعض ركزة الأفكار من راجع الأفكار لأساس مع بعض وبعدين بتصير الفكرة واضحة فلا تهكل لهم أوكي فعد عنده أي سؤال تاني يا جماعة أي إضافة أي شيء مش مفهوم بنقطة معينة صحيح فعلى هيك يا جماعة خلننهي محاضرتنا إن شاء الله نرجع نلتقي بكرة في نفس الموعد في محاضرتنا نكمل فيها عن وعائلة اللي عندي ذكرنا أول إشي عن اللي بصف عندي كمان اللي هما الفوسفول تحديدا فيعطيكم العافية جماعة نلتقي على خير غدا إن شاء الله